طب أنا هسألك سؤال بصراحة يا محمد بأنك صحفي أيضا وإحنا بنتكلم هنا في الإعلام ومع كتابك المليار رأي هل إحنا كمان إحنا بقى كإعلام يعني خلينا نقول كده هل إحنا كمان كإعلام غلبتنا السوشال ميديا خلينا نتكلم بشكل حقيقي هل غلبتنا أحيانا لأنه أحيانا إحنا كنا غلبين السوشال ميديا زمانا وإحنا كنا بنعمل موضوعاتنا وبنبزل مجهودنا هل إحنا غلبتنا في كثير من الأحيان هتلاقي ناس كتير من زملاء من ناس هي موضوعاتهم كلها السوشال ميديا هو للأسف إحنا استسلمنا بسهولة لأن ما كناش مستعدين لها والإنها كمان سهلت وعملت حاجات إحنا مش مستوعبين أكيد حالك بتسمعها كل شوية عن يوتيوبر وإنفلوينسر وتيكتوكر وأسماء غريبة جدا بقوا فرضين نفسهم والجمهور بقى بيتابعهم يعني حتى لو بناتناولهم صحفيا الجمهور بقى ممكن يخشي هاجمنا بسببهم يقولنا أن تريد تتكلموا على دخلهم ليه عايزينهم يدفعوا ضرائب معين ده حق الدولة فالحالة بقت يعني كبيرة وفي حالة 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 السيولة فهي بصراحة عملت ده وإحنا محتاجين بقى يعني حتى في مناهج الكليات نعلم الصحفيين بقى اللي لسه طالعين إزاي يفصلوا حياتهم ما يبقاش هو أنت آه صحفي بتستخدم سوشال ميديا بس ما تستسلمش للتسهيل اللي هي عملته أنت لازم تكون أنت كمان عندك بحثك ومجهودك يعني علشان هو ينقل عنك بدل ما أنت بتنقل عنه طول الوقت لأنه في نقطة يعني معظم الناس دول بيطلعوا موضة وينتهوا اللي هم التكتوكرز واليوتيوبرز والجمول بيكتشفهم إحنا كصحفيين لازم نحافظ على القواعد بتاعتنا العمق المصدر لي وإمنا وأسئلتنا الإعلامية يعني لماذا وأين ويعني الأسئلة دي اللي بتحطك على الطريق ومعظم الدراسات وقت الكورونا أكدت أن الناس رجعت تانية تتبع الصحافة لأنها دي كانت المصدر اللي لازم يرجع له إذن إحنا دورنا ما انتهاش إحنا دورنا قائم بس يمكن تراجعنا شوية لصالح هؤلاء ومحتاجين مرة تانية نعرف إزاي نستخدم أو الدور يتغير بتغير الأدوات الأدوات تغيرت فإحنا نستخدمها جوى دورنا والله يا الله ينوع عليك يا كنت إستخدم إزاي نوصل الخبر بس بالطريقة الجنين بالزبط